بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور أحمد رجل في فيديو جديد هل المصايف حلال ولا حرام خاصة اللي أنا لا هروه هعمل منكرات ولا هطلق بصري وهحجب بناتي وحصلي في الصلاة فوقتها مش هعمل أي منكرات هل بالتوصيف ده تكون المصايف حلال ولا حرام بص يا إخوانا استمتاعك بالماء والجو اللطيف والطقس المنعش هذه الأشياء طبعا محدش يقدر يقول أنها حرام يعني المبدأ نفسه مش حرام لكن للأسف أن الأماكن دي بقيت أماكن منكرات لما يحدث عندها من كثير من المخالفات طبعا كشف للعورات وإطلاق للبصر واختلاط فضيع وأمور منكرة كثير من الناس عارف الأشياء دي طيب الأماكن في حد ذات أماكن المصايف دي حلال أو في الأصل أنها أماكن عادية الإنسان بيذهب إليها لكن لوجود المنكرات وبقت علامة أن المصايف بقى فيها هذه المنكرات الأماكن دي تحولت الأماكن منكر والمسلم على المنكر عليه أن ينكر المنكر أو يزول عن هذا المنكر عشان كده ده رد على الناس اللي بتقول ينفع صيف مع التزامي بالضوابط الشرعية نقول لك إن وجودك أصلا في مكان المنكر حتى لو ما عملتش منكرات ده منكر في حد ذاته ليه؟ لأن المنكر الأصل أن المسلم لا يتواجد في أماكن المنكر بل عليه أن يغير المنكر إذا يعد أصلا في المكان من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فما لم يستطع فبلسانه فما لم يستطع فبقلبي طيب علامة انكر القلب أنت كاره مكان المنكر أنت ما بتحبش المنكرات اللي حواليك يعني أعمل إيه؟ يعني تزول أنت عن المنكر لأن ده علامة انكر القلب إنما أنا إزاي منكر بقلبي وده أضعف الإيمان وقاعد وسط المنكر ده شيء مش منطقي ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية ما لم يستطع أن يزيل المنكر فليزل هو عنه وده في مقدور الناس كلها واحد ممكن يقول أنا بروح علشان أتفكر في خلق الله لأن دي عبادة مش حاضر أعملها إلا هناك شوف أغروب الشمس وشوف البحر العميق شوف أمور يعني تدل على قدرة الله عز وجل هنا نقوله ببساطة النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد مدام قررنا ده عمل فيه خطأ مكان فيه منكر نيتك الصالحة دي لن تنفع النية الصالحة لا تبرر العمل الفاسد الحاجة التالتة والحاجة اللي بعد كده اللي ممكن حد يقول طيب ما أنا كده كده بلاقي المنكرات في الشارع وفي الشغل وفي كل حتة أقول لك لا ده قياس مع الفارق ليه؟ لأن انت مضطر تنزل الشارع ومضطر تروح الشغل ومضطر تتق الله على قدر المستطاع لكن الإنسان مش هينفع يتعامل إلا بالنزول والخروج والطلوع لازم يتحرك عشان يسعى في الأرض فدي أمور ضرورية وطبعا يتق الله سبحانه وتعالى مش معنى كده هو يقع في المنكرات إنما الذهاب للمصايف النزهة دي مش من الأمور الضرورية أطول الحاجيات إنما هي من باب الترويح عن النفس ترويح عن النفس هيخليني متلبس بمعصية أو بمنكر هذا لا يجوز يبقى المصايف في الأصل حلال لكن وجود المنكرات الكثيرة يجعلها حراما لو سلمنا إن في مكان حيبقى فيه انضباط مفوش عورات مفوش مخالفات مفوش إطلاق للبصر مفوش تضيع للصلوات لو سلمنا بذلك ومجرد استمتاع بالمية والهوى والجو اللطيف ونحو ذلك فده مفوش أي شيء ويبقى الأمر مباح لأن هذا هو الأصل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم